اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر كنت عملت فيديو زمان عن عضة التعبان وازاي نتعامل معاها كاسعافات اولية وازاي نتعامل معاها في المستشفى والمصل بتاع التعبان والحاجات دي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصفة اسفل الفيديو والنهاردة هنتكلم عن عضة العقرب او لدغت او لسعة العقرب لان هو مش بيعض بسنانه هو بيعض بديله او بيلسع بديله وهنتكلم برضو عن الاسعافات الاولية وعن التعامل معاها ازاي في المستشفى والمصل بتاعه وما تنساش في البداية اعمل لي لايك الفيديو في البداية لازم نعرف ان العقارب دي اصلا كائنات خجولة وهي اصلا مش بتهاجم الانسان هي ممكن تهاجم الانسان بس لو حست بخطر من ناحيته لو داس عليها مثلا بالغلط او هو بيحاول يمسكها لكن في الطبيعي هي مش بتهاجم الانسان على رأي الرجل ده في الفيلم لان ازوف عند التعامل والعقارب والدياب ما ادههمش يا اخوه ما مش عديقهم حاضر والله فيب ولا مش فهم حاضر مش هديقهم حاضر العربان حاضر والعقارب دي كائنات ليلية بتنشط ليلا وبتختبئ في النهار وعشان هي حجمها صغير ممكن يتراوح من سنتي لعشرين سنتي فهي بتختبئ في الشقوق وممكن في الكراكيب ممكن تختبئ في الجزمة مثلا وعشان كده ممكن الانسان يتعرض لللسعة او اللدغة لو لبس جزمة مثلا مستخبئ فيها عقرب او حط ايده في شق موجود في عقرب وهكذا صحيح ان العقارب كلها سامة لكن معظم العقارب لو لدغة الانسان ما بتسببلوش مشكلة خطيرة معظمها بيسبب ألم بس وحمرار وتورم مكان اللدغة او مكان اللسعة لكن فيه نسبة قليلة جدا من العقارب دي لو لدغة الانسان بتكون خطر جدا وممكن تموت الانسان لو جينا نتكلم مع بعض عن تأثير سم العقرب لو عقرب لدغة الانسان ايه اللي هيحصل زي ما قلنا معظم الاحوال هيكون المشكلة موضعية فقط مكان اللسعة ألم احمرار تنميل ممكن مكان اللسعة نسبة قليلة ممكن تسبب مشاكل على أجهزة الجسم المختلفة ومنها ممكن يهدد حياة الانسان فالسم ده ممكن يأثر على الرئة وعلى التنفس بتاع الانسان ويعمل حاجة اسمها يعني يعمل توقف للتنفس بسبب شلل الحجاب الحاجز والعضلات الخاصة بالتنفس ممكن يعمل ارتشاح رئوي ممكن يعمل صعوبة في التنفس ومشاكل في التنفس بسبب زيادة الإفرازات سواء داخل الرئة أو من البلعوم أو غيرها كمان ممكن يعمل مشكلة في التنفس بسبب التحسس العيان ممكن يحصل له تحسس شديد من السم ويعمل مشاكل في تنفس الانسان وطبعا دي حاجات خطر على حياة الانسان ممكن السم ده يأثر على الجهاز العصب المركزي بتاع الانسان لو أثر على الـ Autonomic Nervous System جهاز العصب يقل له إراضي ممكن يعمل حاجة من اتنين يأما يزود Sympathetic Activity وفي الحالة دي يعني العيان هيحس بسرعة ضربات القلب الضغط بتاعه ممكن يرتفع وممكن الضغط ده يرتفع لدرجة ان يعمل ارتشاح رئوي أو يعمل Hypertensive Encephalopathy يعني مشكلة في المخ بسبب ارتفاع الضغط الشديد ده ممكن يزود درجة حرارة الجسم وممكن يعمل Midraces أو أن بقبه العين يبقى متسع وعلى العكس ممكن يأثر على Parasimphatic System والعيان يبقى عنده Bradycardia ضربات قلبه تبقى بطيئة أقل من المعتاد ممكن يبقى عنده انخفاض في ضغط الدم ممكن يبقى عنده Salvation أو إفراز اللعاب يزيد والعيان يريل العيان يحصل له Urination العيان يعمل حمام بول على نفسه يعمل تغوط أو حمام براز على نفسه كمان ممكن يأثر على Cranial Nerves بعض الأعصاب الخاصة كده وتلاقي العيان عينه فيها حرقات غريبة Nistigmas أو Rotatory Eye Movements ممكن العيان يبقى عينيه مزغللة مش شايف كويس ممكن يحصل حاجة اسمها Tongue Fasculations اللي هي حركات غريبة كده في اللسان وممكن يبقى عنده صعوبة في البلع والتحكم في البلع والإفرازات بتاعة الفم كمان ممكن يحصل تأثير على العضلات Somatic Effects والعيان يبقى عنده انقباضات شديدة في العضلات بتاعته وممكن تحسب ان هي تشنجات وبالفعل العيان ممكن يحصل برضو معاها تشنجات وممكن يحصل معاها cerebral thrombosis أو infarctions أو جلطات أو موت أجزاء من المخ وطبعا كل الحاجات دي خطر وممكن تهدد حياة الإنسان كمان السم ده ممكن يأثر على القلب بشكل مباشر ويعمل مايوكارديتس أو التهاب في عضلة القلب وده ممكن يعمل Cardogenic Shock صدمة قلبية وبرضو دي خطر ممكن يعمل Sinus Tachycardia يعني سرعة ضربات القلب أو أي أريزمية تانية يعني أي اختلال في ضربات القلب بالنسبة للإنسان ممكن يحصل كرح في المعدة ممكن يحصل تحسس شديد أو صدمة تحسسية للإنسان ممكن يحصل التهاب في البنكرياس بسبب السم ده ممكن يحصل التهاب في الكبد وغيرها من المشاكل زي المشاكل اللي على الكلا والمشاكل اللي في الدم المهم أن معظم لدغات العقارب ما بتعملش مشكلة كبيرة وبتعمل ألم موضعي بس وحمرار مكان العضة لكن نسبة قليلة جدا هي اللي ممكن تأثر على جسم الإنسان وممكن تأثر على أي جهاز في جسم الإنسان وتكون مهددة للحياة وبالنسبة للفحوصات العيان اللي أعراضه بسيطة غالبا مش هنحتاج له أي فحوصات خالص وهنكتفي إن احنا نرائب المريض بتاعنا بس لكن بعد كده أنت هتطلب الفحوصات على حسب المشكلة اللي أنت شايفها قدامك يعني ممكن تطلب صورة دم كاملة عشان تشوف فيه هيموليسيز تكسير في كرات الدم الحامرة ولا لا كرات الدم البيضة عالية ولا لا تطلب إلكترولايتس أو معادن في الدم لو العيان عمال يسهل وعمال يرجع وعنده إفرازات كتيرة من الفم وعمال يريل الحاجات دي كلها تطلب إلكترولايتس لو انت شايف فيه نزيف أو أي مشكلة تانية طبعا هتقيس مستوى السكر عند العيان تعمل تروبينين وبي ام بي لو انت شاكك إن فيه مايوكاردايتس أو اما اي أو أي مشكلة في القلب كرياتينين ويورين أناليسيز عشان تطمن على الكلة وتستبعد حاجة سمارة بدوميوليسيز لو فيه مشكلة من الانكباضات دي والعضلات بيحصل فيها تكسير أمايليز ولايبيز لو انت شاكك في التهاب البنكرياس ALT وAST لو شاكك في الكبل ABG أو غازات في الدم لو العيان عنده مشاكل تنفسية أو عايز تطمن على الأسد بيز بلانس بتاعه لو العيان عمال يرجع ويسهل شست إكس ريي أشاعة عادية على الصدر إيكو موجات صوتية على القلب ECG أو رسم قلب الحاجات دي لو عايز تطمن على الصدر وعلى القلب بتاع العيان وهكذا الحاجة اللي انت شاكك فيها اعمل الفحوصات بتاعتها لكن زي ما قلنا معظم الحالات في الغالب مش هتحتاج فحوصات أصلا وهنكتفي بالمتابعة وين يجي بقى لنقطة العلاج بالنسبة للإسعافات الأولية فأول حاجة هتعملها انك تبعد المصاب ده عن المكان اللي فيه العقارب تاني حاجة تهد العيان وتطمنه ان معظم اللاسعات مفهاش مشكلة عشان لما يهده ضربات قلبه هتقل والضغط بتاعه مش هيرتفع وبالتالي انتشار السم في جسمه يقل تالت حاجة مكان اللاسع أو اللادغة ده ما نحركوش قدر المستطاع ونخليه في مستوى أقل من مستوى القلب لو نقدر نشيل الزنب بتاع العقرب الجزء اللي هو زي الشوكة ده لو موجود ونقدر نشيله بأي جسم مسطح ولا حاجة نشيله ونخلي المصاب يقلع الساعة أو الخاتم أو أي حاجة قريبة من مكان اللاسع ده عشان الجزء ده ممكن يورم وما نعرفش بعد كده نقلع الخاتم ده ويحصل مشكلة أي حاجة ضيئة في مكان اللاسع نشيلها ممكن نحط كمادات تلجية على مكان الإصابة بيقولوا ان ده بيعمل انقباط في الأوعية الدموية وبيقلل شوية من انتشار السم لو انت بعيد عن المستشفى والموضوع هياخد وقت فممكن نربط فوق مكان اللاسع بحوالي 3 سنتي بس روباط متوسط يعني ما نضغطش جامد روباط يقفل الأوردة فقط ما يقفلش الشريان لحين الوصول للمستشفى ده برضو بيقلل شوية من انتشار السم ولو انه ممكن يزود المشاكل الموضوعية شوية وطبعا تتصل بالإسعاف وتنقل المصاب بتاعك إلى أقرب مستشفى اما بالنسبة ليك كدكتور وجالك عيان اتلاسع من عقرب او يقولك العقرب عده فاي عيان بييجي طوارق احنا عرفنا القاعدة مهمة اسمها ABC شوف الـ Airway بتاعه مجرى التنفس مفتوح كويس ولا لا هل بالع لسانه هل محتاج نعمله هل تلت تشينلفت هل بيتنفس العيان عنده نبض ولا العيان الرست العيان قلبه متوقف وهتشتغل CPR وفي حلقات طبعا عن الـ CPR هسيب لك برضو الرابط بتاعتها تحت ونشوف الـ Circulation نتطمن على ضغط ونبض المريض والعلامات الحيوية بتاعته ونركب له IV-Line نركب له كانيولا ونقيس الأكسجين بتاعه والجلوكوز بتاعه لو الأكسجين بتاعه قليل هتحطه الأكسجين لو الجلوكوز بتاعه قليل هتعلق له جلوكوز الحاجات دي حاجات بدائية المفروض يعني كل الناس عارفاها ABC IV-Line جلوكوز أكسجين وكمان ممكن تشوف موضوع التيتانوس العيان متطعم ضد التيتانوس ولا تدي له لقاح أو مصل على حسب حالة الجرح وعلى حسب حالة المريض أصلا هو متطعم ضد التيتانوس ولا لا برضو في حلقات عن التيتانوس تقدر تشوفها تحقا نيجي بقى للنقطة المهمة نقطة المصل هندل العيان بتاعنا مصل للعقرب ولا لا زي ما قلنا معظم الحالات بيكون تأثيرها موضعي فقط ومعظم الحالات ما بتحتاجش مصل للعقرب يعني لو جالك عيان ومشكلته فقط موضعية وبسيطة ألم مكان العضة بس إحمرار تورم بسيط لكن كسيستاميك العيان كويس ما فيش فيه مشكلة تانية فالعيان ده ما بندلوش المصل لكن بتخليه تحت الملاحظة عشان لو بدأ يتطور علامات تانية ساعتها هندي له المصل والمصل مش بنديه ليه لكل الحالات وخلاص لأن المصل نفسه ممكن يحصل منه تحسس أو مشاكل ممكن تكون خطر كمان معظم العضات أو اللاسعات زي ما قلنا أصلا مش خطر على الإنسان كمية المصل بالزبط مش محددة تقريبا والكلام هنا مختلف شوية لكن في ناس بتقول إن لو الحالة mild to moderate العيان عنده مشاكل موضعية بالإضافة إنه معاه غثيان أو قيء أو سرعة في ضربات القلب أو انخفاض في ضغط الدم بعض المشاكل دي بيندي للعيان مصل العقرب بجرعة من 1 ل 2 فيل على تقريبا 50 سنطي محلول ملح ونعلقه على مدار 10 دقائق ونرقب العيان بتاعنا ونقيم حالته كل نص ساعة لو الأعراض لم تتحسن ممكن ندي للعيان فيل كمان كل نص ساعة إذا لزم الأمر أما لو كانت الحالة شديدة سيفير شديدة دي بمعنى إن فيه أعراض موضعية بالإضافة لأعراض عصبية الحاجات اللي إحنا قلنا عليها بقى العيان عمال يريل العيان عنده مشكلة كبيرة في التنفس مش عارف ياخد نفسه العيان عنده تحسس شديد العيان عنده انقباضات شديدة في العضلات كل الحاجات اللي إحنا قلناها في تأثير المخ والأعصاب أو تأثير التنفس أي مشكلة كبيرة في العيان في الحالة دي بنحط له خمسة فيل خمسة مصل عقرب على تقريبا ميت سنتي محلول ملح ونعلقه على مدار نص ساعة وطبعا في الحالتين بنعمل اختبار حساسية الأول وبرضو بنقيم العيان بتاعنا كل نص ساعة لساعة وإذا لم تتحسن الأعراض ممكن نكرر الجرعة دي مرة تانية وتالتة إذا لازم الأمر ودي كانت النقطة الخاصة بالمصل لكن انت بتعالج العيان بتاعك على حسب حالته إيه؟ يعني العيان لو حالته جديدة احجزه في العناية المركزة وعالجه على حسب حالته يعني العيان اديله فليويدز محليل لو هو عنده إسهال شديد قيء شديد عمال يريل جامد وإفرازات من كل حتة يبقى العيان ده محتاج نعوضه بمحليل العيان تركب له تيوب لو انت خايف على الإيروي بتاعه من الإفرازات الكتيرة أو هو نفسه غايب عن الوعي العيان لو عنده هايبر ديناميك إفكتس زي سرعة ضربات القلب الضغط العالي المشاكل بتاعة الهايبر ديناميك سيركوليشنز ممكن نديله بيتا بلوكرز وعلى العكس العيان لو عنده هايبو ديناميك إفكتس والعيان كولابسد ضغط واطي العيان في شوك ممكن نديله محليل ولو ماستجبش للمحليل ممكن ندي دوبيوتامين ولو ماستجبش ممكن ندي نور إبنفرن لو العيان عنده بلمونري قديمة ممكن نديله مدرات بول أو ممكن نديله أفترلود ريديوسرز حاجة زي البرازوسين الايس هيدرالازين نفتبين نايترو برسايد الحاجات دي العيان لو عنده تشنجات أو انقباضات شديدة في العضلات ممكن نديله مصر ريلاكسانت ممكن نديله حاجة زي البنزو ديازيبين أو البربتيوريت العيان لو عنده براسيمباثاتيك إفكتس يعني عنده برادي كارديا جديدة ممكن نديله أتروبين وهكذا يعني نعالج سببورتيف كير على حسب المشكلة الموجودة وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحلالاتكم